لما دار الحلقات اللي فاتت من برنامجكو أهل البلد أو حتى من البرنامج القديم شرق اليوم بيتها يعلي لفينا على كل محافظات الجمهورية مركز مركز قرية قرية نجع نجع كفر كفر عشان نعالج نقطة وهي نقطة صحة أزمة في الوحدات الصحية مشكلة مستشفيات الحكومة مستشفيات التأمين المستشفيات الجامعية مستشفيات الدولة من النهاية كده اللي هي المستشفيات العامة الداخل فيها مولود أو مفقود واللي طالع منها مولود أسوأ خدمة بتقدم داخل المستشفيات المملوكة للدولة وبالتالي حتى وزير الصحة نفسه لما بيعي بيلجأ للمستشفيات الخارجية أو مستشفيات الدول الأخرى عندنا تغطية للوحدات الصحية حسب كلام الدكتورة هالة زايد في بعض المحافظات أو في بعض القرى لا تتجاوز 28% من الحاجة للوحدات الصحية وحدات الصحية الموجودة ما فيهاش الحد الأدنى من الخدمة فيهاش حتى لا قطن ولا شاش تحول دور الوحدة الصحية التابعة للحكومة في بعض القرى والمراكز لمجرد طلع شهادة الميلاد طلع شهادة الوفاة وما بين الميلاد والوفاة ما فيش أي خدمة بتقدم للمواطن مش محتاج أعيد وزيد في الكلام ده حضراتكم عارفينه أكتر مني حضراتكم عارفين شكل المستشفيات روح كده المستشفى الميري في اسكندرية أو روح المستشفى العام في أبو المطمير في البحيرة أو حاول تعدي على مستشفى الدلنجات أو انت ماشي كده شوف مستشفى الشرابية العام أو مستشفى أبو النمرس العام أو مستشفى أسيوت العام أو المستشفى اللي موجودة في الأقصر هتشعر بمدى تخله في الخدمة المقدمة للمواطن ومدى الفرق ما بين كلام السادة المسؤولين والواقع اللي بيعيشوا المواطن كل ده ويطلع علينا قبل يومين السيد وزير الصحة المصري أمام عبد الفتاح السيسي ويقولك إن المصر تفوقت على أمريكا أو الله بلدنا مصر أم الدنيا وحضار السبعة تلاف سنة اللي كنا أيام فيروس كورونا فاتحين حجرينا لكل من هبه وده بيبعث لنا تبرعات وأمصال وجربوا علينا كل حاجة واللي الوزير والسيسي نفسه أولاده والوزير نفسه وأولاده لو بكرة كحة أو جاله وجع في بطنه لن يأمن على نفسه ينام على سرير من سرائر المستشفيات الحكومية فضلا عن إنه يتعالج جوه البلد فبيسافروا يتعالجوا في ألمانيا وأمريكا لكن سيد خالد عبد الغفار وزير الصحة شايف إنه إحنا أحسن من أمريكا أحسن من أمريكا في الصحة أحسن من أمريكا في السرائر المقطعة اللي موجودة في المستشفيات حمامات المستشفيات اللي أسوأ من حمامات المباول العامة اللي موجودة في الشارع أسوأ أو أفضل من أمريكا في الوحدات الصحية اللي المجارم غرقاها وبعضها تحول لزرائب للمواشف أسيوت وسهاج وإنا والمينيا لكن ده كلام سيادة الوزير قدام سيادة الرئيس في الحفلة الضخمة بتاعة الترشح وقال لك حكاية وطن وحكاية وطن ده احنا شاهدين عليها الوطن اللي انتو بتتكلموا عنه ده احنا اللي عايشين فيه المرار الطافح اللي انتو مش شايفينه احنا اللي مغروزين فيه المواطن اللي حط صوابعه في الشاء بسبب فشل الخدمة الصحية المواطن اللي اما يبيع اللي وراه اللي قدامه عشان يتعالج في مستشفى خاصة او عند دكتور خاص او يروح ينام ويستنى طبور الانتظار في مستشفى الحكومة او ياخد حقنة غلط او يجي له تلوس او يتعالج غلط او يروح يموت جوه مستشفى الحكومة وطلع يقول لي احنا احسن من امريكا طب قول لي كلام يتصدق قول لي ان احنا ماشيين بدنجا دنجا تاتا تاتا بينين اللي قدام عندنا مستقبل في راسنا براس دولة من دول العالم التالت لكن احسن من امريكا دكتور خالد في مؤتمر انتخابي عشان تقول ابن السيسي عمل اللي محدش عمله طب حفظ على تاريخك الجامعي وانت واستاذ جامعي واستاذ دكتور في الطب ولك مجلدات علمية ومحاضرات وطلبة والتلاميذ كانوا في يوم الايام بيتعلموا على ايدك تقول لي ان احنا احسن من امريكا لا ما عليش قاف انت بتجذب وعارف ان احنا الخدمة الطبية عندنا واحدة من اسوأ الخدمات على مستوى الجمهورية على مستوى العالم ااسف رغم ان الطبيب المصري من افضل الاطباء على مستوى العالم ايضا من الكلام اللي تقال ابن سيادة الوزير قال ان مصر اول دولة في التاريخ تحصل على شهادة شهادة الخلوة من فيروسي وهنا بقى تعالى نقف وقفة عند موضوع فيروسي بلدنا في يوم من الايام كانت الدولة رقم واحد على مستوى العالم او بلاش رقم واحد واحدة من اكتر الدول على مستوى العالم في المرض اللعين اللي اسمه فيروسي اطلق عبدالفتاح السيسي قبل كم سنة مشروع اسمه 100 مليون صحة دلوقت السيد وزير الصحة بيقول احنا الحمد لله اول دولة مش في العالم لا في التاريخ تحصل على شهادة ان احنا ما عندناش فيروسي وده كلام طبعا مردود عليه لان في دول ما عندهاش اصلا فيروسي وقضت على هذا الفيروس منذ سنوات لكن ما تجيش تقولي اول دولة في التاريخ حكومة المصرية والخبر ده مبارح مبارح صح مبارح قالك الحكومة خلال ايام هنعلم ان البلد بيتخالية تماما من فيروس سي القاتل ده كلام مين؟ ده كلام خالد عبدالغفار في حضور عبدالفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن احنا بعد ايام هنقول ان احنا الحمد لله وصلنا لصفر اصابات بفيروس سي الغريب ان قبل سنة من النهاردة شوف كده تاريخ هذا الخبر عشرين سبتمبر الفين اتنين وعشرين ايضا الصحة المصرية اعلنت مصر خالية من فيروس سي اللي هو الخبر بتاعها كل سنة اخوانا انت اعلنت السنة اللي فاتت ولا اعلنت النهاردة ولا حطيلي الخبر اللي بعده اللي قالك خلال ايام لسه هنعلن طالما انت لسه هتعلن يبقى انت لسه لم تصل لنسبة 100% قضاء على فيروس سي لكن السيد خالد عبدالغفار اللي شايف او اللي بيدور في فلك الحكومة والنظام قال ان احنا مستعدين لتقديم خبراتنا بملف القضاء على فيروس لامريكا والمانيا واسبانيا واستراليا وخافي مننا يا يابان والصين نحن قادمون بانجازات السيد خالد عبدالغفار وحكومة عبدالفتاح السيسي اللي محدش شايفها لهم شوف هذا الخبر ايضا هذا الفيروس اللي انهت المصريين لسنوات والحكومة شايفة ان التجربة بتاعتها ابهارة العالم عندنا في هذا الملف وجهتين نظر وجهت نظر المواطن اللي كانت نسب الاصابة في بلدنا او حسب بيانات رسمية 14% من اجمال الشعب مصاب بفيروسي الحكومة بتقول انها عملت انجاز ابهارة العالم لكن ما تجي تبص كده على هذا الخبر ودي المبادرة اللي اطلقها عبدالفتاح السيسي حتى 1 اغسطس 2022 قالوا ان مصر تعالج طلت المصابين بفيروسي ده كم ده 1 اغسطس 2000 ركز كده على العنوان او التاريخ 1 اغسطس 2022 مصر حسب جريدة الفجر تعالج طلت المصابين بفيروسي رغم ان في 1 سبتمبر سيادة الوزير كان بيقولك قضينا على فيروسي ويعني ايه؟ في تضارب كده في الارقام ما انتش عارف احنا قضينا ولا ما قضيناش احنا استهدفنا 50 مليون مواطن مصري ولا كشفنا على 100 مليون مواطن مصري احنا فعلا ابهارنا العالم ولا ده مجرد ضحك عدقون والورق ورقنا والدفاتر دفاترنا الصحة بتقول انها عندها نقص في الادوية بتاعة فيروسي بنسبة 20% ده حسب كلام حسام عبدالغفار متحدث باسم الوزارة احنا بنغطي احتياجتنا من ادوية فيروسي فقط بنسبة 80% وعندنا عجز بيصل لاكتر من 20% العجز ل 20% ده رغم كده احنا احسن من امريكا ورغم كده احنا قدمنا طفرة طب شوف بقى النسب الحقيقية حسب تقارير وزارة الصحة وتقارير منظمة الصحة الدولية بيقولوا ان عندنا في تسع محافظات فقط اكتر من ربع مليون مصاب بفيروس سينة محافظة بورسعيد اسكندرية اليوبية فيوم بحيرة دميات اسيوت جنوب سينة مطروح التسع محافظات دولت عدد سكانهم حوالي 17 مليون مواطن ايه اه 17 مليون او 17 مليون وكسور فيهم ربع مليون مواطن مصاب كفر الشيخ بقى عن كفر الشيخ من هنا الصبح في يوم من الايام حسب كلام الحكومة 60% من اهالي كفر الشيخ كانوا مصابين بفيروس كورونا محافظ كفر الشيخ يعلن الكشف على 84% من المستهدفين بمسح فيروس سي يعني مش 100% زي ما قال السيد وزير الصحة طيب شوفوا الخبر اللي بعده كارثة اصابة 60% من اهالي كفر الشيخ بفيروس سي والتايفوت وده بسبب ايه بسبب ان عندنا مرض او مصرف العين اسمه مصرف كوتشنر المصرف ده بيعدي او طوله اكتر من 68 كم منها 46 كم داخل محافظة كفر الشيخ الناس بتروي ارضها البعض بيشرب المواشي والخيول بتشرب من كوتشنر والكوتشنر ده بيرمي فيه اكتر من 500 انا اسف هاجبلوك الرقم بالزبط اكتر من 50 منشاقة صناعية معظمهم تابع للدولة بيرمي المخلفات الصناعية في كوتشنر فبقت عندنا كفر الشيخ على حسب حسب كلام الدولة المحافظة رقم واحد في نسب الاصابة ب 60% زي ما بقول خبر ده مش كلامي عشان محدش يطلع يقول بيقول كلام مغلوط محافظ كفر الشيخ بنفسه قال ان بعض المراكز نسب الاصابة فيها تجاوز 14% وهي ومنها مركز بيلا ده كل ده بسبب مين بسبب المصرف للحكومة متمسكة بيه لانه مقلب نفيات الحكومة لو افلوا كوتشنر هتنفاجر محافظة كفر الشيخ لانه لا فيها بنية تحتية ولا شبكات صرف صحي ولا شبكات صرف صناعي فاصبح فيروسي وكوتشنر بيكلوا اكباد ابناء محافظة كفر الشيخ كان الموضوع يعني سباء ما بين السادة المسؤولين في البلد سيد محافظ كفر الشيخ بيقول احنا اعلى نسبة في فيروس كورونا او في فيروسي يطلع عليه السيد محافظ الشرقية السابق عشان يقول الشرقية تتصدر محافظات مصر في عدد مرضى فيروسي بنسبة تتجاوز واحد وتلاتين في المية في بعض القرم ده الكلام عشان بس من افضلش نلف كتير حواليه ببعض انا من كل قلبي اتمنى ان بلدنا فعلا تكون قاضط على فيروسي اتمنى فعلا ان مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة من حق اجتنظامي والتأمين الصحي الشامل ومبادرة مش عارف القضاء على امراض السادي والاورام لدى النساء ومبادرة القضاء على البالهارسيا كل الحاجات دي تكون حقيقية لكن مجربناش عليكو ابدا معلومة وقلتوها صح في الوقت اللي انت قبل سنة بالزبط كنت قضيت على تلت المرضى او عالجت تلت المرضى دلوقتي بتقول لي عالجنا 100% السنة اللي فاتت كنت بتقول لي عالجنا 100% السيد محافظ كافر الشيخ بيقول احنا رقم واحد يطلع يرد عليه محافظ الشرقية يقول له احنا رقم واحد بالنهاية في حاجة غلط في موضوع فيروسي وان كنت اتمنى من كل قلبي يكون صح المشكلة كمان منظمة الصحة العالمية قالت ان مصر في طريقها للقضاء على فيروسي لكن في البيان في جملة خطيرة جدا قال لك استنادا للمعلومات الرسمية الواردة من الحكومة المصرية شان محدش يطلع يقولك ده منظمة الصحة بتقولي ان worldwide نجحنا الا منظمة الصحة بتاخد الورق اللي حضرتك بتقدمه لها احدث احصائيات مواجهة فيروس كورونا في البلد اكتر من مليون مريض تلقوا العلاج وفحص 62 مليون مريض حسب بيان سابق ان عدد المرضى يتجاوز 4 مليون لما تقدم العلاج لمليون يبقى انت كده عليك ربع المرضى لكن عندنا انتخابات والبلد بتنتخب والحفلة الكبيرة والحدوتة الضخمة بتاعة الانجازات بدأ يبقى عند السادة المسهولين اسهال انجازات انجازات في الصحة انجازات في التعليم وطفرة مش عارف فين ومعجزة مش عارف فين رئيس ماجلس الوزراء بيقول له معجزة انجازاته خلال عشر سنين وخايفين بعد كل ده خايفين من السندوق وخايفين يخله احمد طنطاوي والمواطن يروح يحطوا صوته ويختار لو انجازاتهم دي حقيقة اول حد هيقول تعالوا نتنافس والسندوق يحكم والناخب يختار